السلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم أحبتي سنكمل مشوارنا في الدرس الخامس عنوان الدرس والعصفور المغرد يلا اقرأ للدرس العصفور المغرد رح نقرأ الفقرة الأولى اليوم فقط إن شاء الله يلا تبع معي العصفور المغرد صار ليث وغالب وثامر في بستان سمعوا عصفور يغرد على شجرة قال ليث ما أجمل تغريده قال غالب انظر إنه على ذلك الغصم تناول ثامر حجرا وأراد أن يرمي العصفور به قال ليث أهذا جزاء تغريده قرأنا الفقرة الأولى من الدرس تبدأ من كلمة سارة وتنتعن كلمة تغريده علامة الاستفهام معنى كلمة سارة أي مشى أي معنى عكس كلمة سارة أي وقفة معناها وقفة يلا اقرأ الدرس مرة أخرى تسميع الدرس العصفور المغرد سار ليث وغالب وثامر في بستان سمعوا عصفور يغرد على شجرة قال ليث ما أجمل تغريده قال غالب انظر إنه على ذلك الغصم تناول ثامر حجرا وأراد أن يرمي العصفور به قال ليث هذا جزاء تغريده هاي قرأنا الفقرة الأولى ما معنى صارة أي مشى ما معنى تغريد أي صوت العصفور ما معنى يسرني أي يفرحني ما معنى تناول أي أخذ الآن رح ننتقل إلى تدريبات صفحة رقم 52 رقم الصفحة 52 بنحاول يا أمهاتنا نعدل إلهم أرقام الصفحات على الأعداد اللي هم بعرفوها 52 بدنا نركز على قراءة الأسئلة أضع دائرة حول ضد الكلمة الملونة في الجملة المقابلة ضد أي عكس ما ضد كبير صغير جميل قبيح بعيد قريب مريض سليم بدأ انتهى أبيض أسود سارة وقفة صغيرة كبيرة قصير طويل ثقيل خفيف نقرأ سارة ليث وغالب وثامر في بستان الكلمة الملونة هي كلمة سارة معنى كلمة سارة أي مشى ما عكس سارة أي وقفة خلينا نقرأ وقف الولد يستمع إلى العصفور ما عكس كلمة سارة أي وقفة نضع دائرة على كلمة وقفة سؤال رقم 6 أحلل الكلمات الآتية إلى مقاطع الغصن الغصن الشجرات الشجرات الأرض الأرض بدنا نحللها إلى مقاطع يلا الغصن متحرك مع السكون بمسكوا ببعض الغصن الشجرات شا ما عليها فتحة؟ الأج عليها فتحة ما بتمسك فيها الأر عليها فتحة ما بتمسك فيها والتاء المربوطة عليها فتحة ما بتمسك فيها شا جا را تن شجرات الأرض الأرض أقرأ السؤال أحلل الكلمات الآتية إلى مقاطع مهم قراءة السؤال سؤال رقم 7 أركب من المقاطع كلمات وأكتبها يلا نقرأ أو لا طا قا دن نن تن أو لا دن أو بنبعثها مع السهم الأول أو لا دن أو لا دن أو طا نن أو طان أو قات أو قا تن أو قات أو قات أس ما به ح رو ح بو أس ما ع أسمع أس ما رو أسبح أسبح الأس تمسك في الأب إح في آخر الكلمة أس حاب أس حاب أس حاب أس حاب نقرأ أولاد أو طان أو قات أسمع أسبح أس حاب نكتب اليوم هو الخميس آ إخ أم إي إس الخميس خمسة إحداش إحدى عشر لعام الفين وعشرين نكتب اليوم والتاريخ هيك بنكون أنهينا درسنا رح ننتقل إلى كراسة الخط نفتح كراسة الخط صفحة رقم إثنى عشر عنوان الكراسة الدرس الخامس العصفور المغرد أكتب بخط جميل نكتب اليوم الخميس أكتب بخط جميل دخلت إمرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها هذه قصة حدثنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فيه إمرأة دخلت النار لأنها حدثنا عنها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أنه إمرأة مسكت هرة ربطتها في قفص ما حطت إلها طعام ولا تركتها توكل ولا حطت إلها ماء فالله سبحانه وتعالى حطها في النار عقاب إلها ليش؟ لأنها هي ربطة الهرة وما طعمتها ولا دعتها تأكل من خشائش الأرض دخلت إمرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها نبدأ بالكتابة اليوم راح نكتب ثلاث أسطر وإن شاء الله نكمل الثلاث أسطر واجب يلا دخلت نبدأ من بداية السطر على السطر بنكتب إمرأة الإم نازلة لتحت الإر نازلة تحت السطر تأمر بوطة النار الإن إر الإن عليها شدة في إف إي شوف الإي كيف نازلة تحت وماشي على السطر هرة هرة الإر عليها شدة تأمر بوطة ربطتها شوف الإر رأسها فوق السطر بشوي ونازلة تحت السطر ربطتها فاصلة فلم تطعمها كمان مرة دخلت إمرأة إمرأة تطعمها دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فاصلة فلم واجب نكتب الثلاث أسطر اللي يظلوا نكملهم إن شاء الله كتابتهم علينا الرفق بالحيوانات والعناية في الحيوان أوصانا بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى بعطينا الأجر والثواب عند رعاية الحيوانات وأيضا الله سبحانه وتعالى يعاقب على من يؤذي الحيوانات ولا يقدم إلى الرعاية الكاملة هيك بيكون أنهينا درسنا لليوم انتظروني يوم الأحد إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله